أهلاً صباح الخير طارق صباح الخير مشاهدين الجواء الشتوية منطرة طيلة نهار اليوم على بعض المناطق الغربية الوسطى وكذلك بعض المناطق الداخلية الشرقية وحتى على المناطق الجنوبية وإن شاء الله بداية من يوم غد الأحد راح تكون كنا حاضرة الثلوج على المرتفعات التي تروح علوها ما بين 800 إلى 1000 متر إن شاء الله المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى والشرقية والبداية بالأمطار التي مرتقبة لنهار اليوم على غرب البلاد وهناك تنبيه من الدرجة الأولى أصدرت صباحة اليوم مع صلاح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها على تساقط أمطار رعدية غزيرة ومعتبرة محلياً ودى بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط وبغزر إلى غاية فجر يوم غد الأحد إن شاء الله الولايات المانية كل من ولاية مستغانم وهرانتلم سنعين تيمو شنتم معسكر وولاية سيد بلعباس إن شاء الله يارب تكون أمطار خير بالإضافة للأمطار رياح قوية تشتاح المناطق الشرقية لسواحل خاصة سواحل الشرقية لنهار اليوم حيث أكدت مصالح الأرصاد الجوية على هبوب رياح قوية وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم تستمر إن شاء الله الرياح في الهبوب إلى غاية الساعة التاسعة ليلة عبر كل من ولاية أو ناطق سواحل غربية مستغانم وهران وأعين تيمو شنت كذلك بالنسبة لشرق البلاد رحوا نشوفوا الرياح المرتقبة على السواحل الشرقية رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صباحة اليوم تستمر لغاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم عبر كل من سواحل جي جي سكيكدا وعنابة بالنسبة للمناطق الجنوبية مشاهدين هناك تنبيه فيما يخص رياح قوية وتطاير كثيف للرمال إن شاء الله سيكون بداية من الساعة الثالثة من ساعة التاسعة من صباحة اليوم تستمر رياح القوية في الهبوب إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت إن شاء الله الولاية المعنية بسكرا ورقلة جانت تمنرس وولاية إنجزا الآن مشاهدين نمر إلى خيط توزيع تساقط الأمطار بداية من يوم غد الأحد ولغاية يوم الثلاثة صباحة يوم غد أمطار سترفع المناطق الغربية ثم تنتقل إن شاء الله خلال الظهيرة في حدوث الساعة الواحدة إلى الثالثة بعد زوال يوم غد الأحد أمطار رعدية غزيرة ستتميز كل من ولاية وهرانستيبل عباس غليزان كذلك سعيدات يارت حتى تشلف الجزائر العاصمة بومردس البليدة كذلك المدية تيزيوزو بجاية سطيف بوسعدة المسيلة بسكرة باتنا وعنس والسارة كذلك على الجلفة خنشلة واتبسة نلاحظه كذلك إن شاء الله ظهيرة يوم غد ثلوج حاضرة على المرتفعات تيارت مرتفعات البليدة المدية كذلك مرتفعات سطيف وباتنا إن شاء الله يارب تكون ثلوج خير نتبع خلال مساء يوم غد الأحد الثلوج تنتقل إلى مرتفعات قسنطينا سوق هراس باتنا وخنشلة مع السمعة تسقط بعض الأمطار على فترات على بعض المناطق الشمالية للبلاد يوم الاثنين كذلك تقصرح يكون ممتر خاصة على الجزائر العاصمة تيبازا البليدة كذلك بومردس ولاية زيوزو جيجل واسكيكدا بالنسبة ليوم الثلاثة الثلوج والأمطار إن شاء الله ستبقى دايما حاضرة عبر مختلف في المناطق الشمالية على فترات سجل أمطار ستكون معتبرة الكمية ستكون مبين 30 حتى 50 ممتر إن شاء الله مرتقبة طيلة هذه الفترة من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثة مع تسقط للثلوج على المرتفعات التي تروح علوها ما بين 800 إلى 1000 متر المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى والشرقية بالإضافة لكل ذلك مشاهدين الأجوار ستكون باردة وهذا ما ستوضح خاية توزيع الكتل الهوائية خلال الصباحة والفترة الليلية بداية من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثة ستكون درجات الحرارة دون الصفر سنسجل درجتين تحت الصفر إلى غاية صفر درجة على أغلب المناطق الشمالية فيما يخص المناطق الجنوبية ما بين حوالي 5 درجات إلى 10 درجات أما عن الظاهرة تعود الأجواء البلدة من جديد خلال الظاهرة لتميز أغلب المناطق الشمالية لذلك سنسجل 5 درجات كأدنى مقياس خلال الظاهرة وأعلى مقياس إن شاء الله مشاهدنا سيصل إلى غاية 15 درجة الجنوب الجزائري بحول الله سنسجل ما بين حوالي 15 إلى غاية 30 درجة كأعلى مقياس على مدينة إنجزام كذلك بورجبج المختار وحتى على مدينة إليزي مشاهدنا جوال شتوية ممتنة إن شاء الله مرتقى خلال الساعات المقبلة كذلك الثلوج ستكون حاضرة مع أجواء باردة بحول الله مرتقبة أنها تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الأقل إن شاء الله إن شاء الله مشاهدنا تكون أمطار وثلوج خير على البلاد والعباد بهذا مشاهدنا أصل لطيورقة حوال الطقس نعود الآن إلى طارق الاستكمال البقية الأخبر شكرا جزيلا لك حسيب على كل هذه التفاصيل التي قدمت علينا